اشتركوا في القناة 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 أن توصل من وراء القناة هذه لا يوجد سور مطلقا أنا أحب اليوتيوب وأجري الكثير من التقارير والتفاصيل عن الأشياء الذي أود معرفتها فأرى بعض الناس الأجانب يعملون تقارير من أجل أن يفيد ويمتع المشاهد أو يفيد ويمتع المشاهد بعملية فقلت لنفسي لو وضعت شيء في اليوتيوب لمصلحة العرب هل سأجد اهتمام من الغير كمراجعة كجهاز أو لعبة قديمة بلسان عربي فعلا يعني هذي سبب وجدت القناة قناة ريد فوكس زيرو للسبب هذا وطبعا يعني ما كنت أشوف يعني الحين مثل ديفلز كمينيتي مثل دحومي مثل اي بي جي اومر ما كنت يعني أشوف الناس هذير يعني فعلا والله العظيم يعني ما كنت أشوف بس الحين قاعد أشوفهم أنا مستمتعني قاعد أشوفهم أنا مستمتعني شنو الشاب العربي قاعد يستمتع بالشي هذا مثل الناس اللي بالعالم ما هم مستمتعين بالشي هذا فأنا أحب يعني أن يشوف الناس يكونوا مستمتعين بالشي هذا ومستمتعين بالشخص اللي يحبونه ويهتمون فيه فكان هذا هدفي باليوتيوب عرفت وشون يعني بعلا غض النظر يعني قبل فعلا كنت أنزل فيديوهات بعدين تراجعت عن المشروع هذا غض النظر في السنوات الأخيرة واجهت سوق الفيديو جيمز تغيرات عديدة جعلت ينقلب على رأس عقب اكتساح نيتندو تراجع سوني ثبات مايكروسوفت لو تبحث لو لو أتيحت لك الفرصة قد رجوع إلى الوراء ماذا تغير الشركة أو المطورات أوكي سوف أوجه كلامي لسيقا مباشرة هني عساس أني كنت أحب سيقا فعلا يعني سوف أوجه كلامي لسيقا مباشرة وأقول لها أن تستخدم خاصية الدي بي دي فيها دريم كاست وتقوّل محرك كان هذا يمنيت يعني بالسيقا دريم كاست ولكن صار اللي صار انتهى جهاز السيقا دريم كاست في أشياء حلوة يعني راح تستفيدون فيها بالمقابلة صراحة أنا شخصيا يعني بنهي الفيديو هذا لكم بحط لكم الرابط بالدسكريبشن نفسه إذا أنتم حابين تتابعون اللقاء هذا يعني فعلا فعلا يعني استمتعت فيه وفعلا استمتعوا فيه ناس يعني واجد شكرا طبعا حق اللي صوت لي فعلا أنا أشكركم وما أدري شلون يعني صارت وخلاص صرت أنا بوجه المدفع يعني ما أقدر روح يمين يسار لو تنازلوا لأمور هذه قاعدت ليالي قاعدت أشتغل أجاوب على أسئلة الناس والأمور هذه لو حبي أن تعرفون الكيون اي طبعا القديم يعني اللي بسنة 2008 ما أدري أي سنة ما أدري أي سنة بالضبط اكتوبر 2009 اي نعم هذا 2009 2009 صحي 2009 جون أعتقد 7 من جون 2009 أعطيك العافية على المقابلة الحلوة طبعا هؤلاء الرابع اللي قاعدين نور طلع لما شفت الصفحة هذا اللي يقولكم عنه سنيك 87 صاحبي حبيبي محمد يوسف إلى اليوم يعني نقل يوم بعض نتناقش اندرويد وايفون سوني اكس بوكس إلى اليوم هذا ما تغير فينا شيء فعلا شكرا لكل اللي أعطاني صوته وأعطاني تصويت قبل يعني آل ذاك وحبي يعني تغريبا فكرتي وحب المقابلة وياي وصراحة إذا أنتم مهتمين يللي تتابعون القناة وحابين تشوفون الرابط أو حابين تشوفون المقابلة بالكامل راح أحطوكم الرابط بالدسكريبشن ووحوا وقروا إن شاء الله تعرفون عن يعني تاريخي مع ترو جيمينج أو تاريخي مع الألعاب أو الأمور هذه وترى على فكرة توني أتذكر الصفحة يعني توا رسح بالي أني أتذكر صفحة قديمة تشدي عموما ماذا ما قلت لكم لايك سبسكرايب ورعاكم بالكومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته